إن فيه تحسن كبير وملحوظ إن شاء الله واستمرار للنجاح المادي عندك يا برج القوس هتلاقي حاجات كتير إن شاء الله هتتحقق أحلام كتير عندك أنت كنت بتحلم بيها ونفسك أنه هتتحقق فيه ماديات كويسة أو يجيالك فيه تحسن للحالة المادية بشكل كبير ولو إن الأمر بيتطلب منك مجهود لأنه طبعاً محدش بيحصل على حاجة بدون مقابل فطبعاً إن شاء الله فيه شوية مجهود زيادة بس فيهم مقابل مالي كويس جداً أيامك اللي جاية كلها سعادة يا برج القوس فيه كمية تحقيق لأمنيات وتحقيق لرغبات كبيرة جداً هتدخل على نفسك السعادة وهتحس بالصروف جداً 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 خلينا نقول كمان فيه إن شاء الله تحقيق للعدالة يعني لو حد منكم عنده محاكمة أو عنده ورق عند جهة حكومية حاجة بيتمنى إن هي في إيد في إيد حد من الحكومة أو في إيد حقق جهة سيادية يعني فإن شاء الله هتتحقق هتيجي وهتكون لصالحه في حاجات كتيرة هتيجي لصالحك يا برج القوس خلينا نقول أيامك اللي جاية كلها سعادة كلها هنا في عندك برضو إمكانية الصفر أو التنقل البسيط هيكون فيه رحلة أو هيكون فيه صفرة هتسعدك هتدخل على نفسك السرور فيه برضو ممكن تكون عودة لحد من حبيبك كان مسافر وهيرجع فيه شوية كده بقى إيه خلينا نقول شوية تحكمات من الجنس الناعن بالنسبة لبرج القوس ممكن يكون فيه حد من الكبار الموجودين سواء رئيسك أو رئيستك في العمل بالذات رئيستك في العمل حماتك حماتك هيكون لهم تسلط عليكم شوية وشوية تحكمات بس انتو بالكياسة وبالحكمة هتقدروا ان انتو تعدوا النقطة ديات وتقدروا ان انتو تعدوا غيرها كمان هيكون فيه حاجات كتيرة في الطلع بتاعكم حلوة جدا يا برج القوس خلينا نتكلم بقى عن الحب وعن المنفصلين تمام خلينا نتكلم عن المنفصلين وكمان نتكلم عن يعني اللي حصل عندهم طلاق واللي حصل عندهم منفصاد بعد كده هنعمل المرتبطين وبعد كده هنعمل العزاب ومتأخر الزواج فخلينا نقول بالنسبة للمنفصلين ففيه رجوع ان شاء الله للحبيب وزي ما قلنا مليون مرة الرجوع للحبيب او عدم وده بايدكم انتم انا مش بفرض على حد ومش بقولك لازم او بقولك لما ترجعلك او يرجعلك خليكم معاه مش تقدروا تسيجوه لأ طبعا كل بنا قدم بيختار اختياره هو المسؤول عنه احنا بس بننور لكم السكة وانتم حرين تمشوا في الاتجاه اللي يعجبكم فخلينا نقول ان ان شاء الله ان شاء الله فيه سيطرة تمة هتكون على العواطف والعقل هتقدروا ان انتم تمشوا في سكتكم بسلام فيه نصر فيه نصر ورجوح حقوق فيه رجوح حقق ليه كان ضايع يا برج القوس مع حبيبك او الشخص اللي انت كنت معاه وانفصل عنك فيلك حقق كان ضايع انت كنت بتتمنى ان حققك ده يرجع او ان الشخص ده يعرف ان انت مظلوم وان انت ما عملتش اي حاجة ففعلا الحقيقة دي هتبان وهيعرف ان انت ما كانش ليك يد في اي حاجة وان انت اتظلمت كتير وان هو جاه عليك كتير قوي وان احساسك بالظلم ده كان حاجة رهيبة وهيحس الظلم ده فعلا هيستشعره خلينا نقول كمان هتسمع منه خبر كويس قريب بعض المنفصلين هيسمعهم خبر من الشخص اللي كان منفصل عنهم ومبتعد معظمهم واللي كان عامل بلوكات او قافل الاتصالات هتلاقوا فاجأة كده الاتصالات اتفتحت والبلوك الشال فيه رجوع وندم واحساس بانك تظلمت وهيكون فيه تعويض ليك تعويض للقرامة كبير جدا تمام هيكون لك نصرة على اعدائك واحساس بالزهو علشان انت انتصرت وحصلت على حقك تمام خلينا نشوف كمان يا برج القوس بالنسبة للعزاب هم متأخرين زواج عشان بيقولولي انت بتسيبينها لاخر القراءة ليه خليتكم في النصر تمام ان شاء الله بمشيئة الرحمن فيه فرص كبيرة للزواج وللخطبة برغم ان وجود الاخباطة عندكم لان فيه شخصين في نفس الوقت بيعرض حبهم عليك او عليكي فانتو عندكو حرية الاختيار وانتو فعلا محترين في الاختيار طب اختار ده اختار ده اختار ده اختار ده اختار ده فعندكو حيرة جامدة انا افتكر بالنسبة للبنات ما تحتريش اللي يجي من الباب هو ده اللي تخديه واللي ما يجيش من الباب سي بيه ليتقدم تقدم كده جد ومستقيم هو ده اللي يتاخد بالنسبة للشباب فانتو لكو حرية الاختيار بقى احنا ما نقدرش نفرد على الراجل حاجة ولا على البنت والله فيه ليكم ان شاء الله سيطرع على اموركو هيبقى ليكو التحكم في الاختيار اخد ده ولا ما اخدش ده انتو هتبقى عندكم فكرة كبيرة عن انكم من فين اللي انتو عايزينه ومين اللي انتو عايزينه وازاي ان انتو تتوجهوا ليه وازاي ان انتم تحصلوا عليه وهيكون ان شاء الله النتيجة ناجحة جدا 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 فابشركم بالخير متأخر الزواج والعزاب ليكم مرحلة هيلة جدا 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 هتمروا فيها وهتبقى اسعد مراحل حياتكم ان شاء الله في الفترة ديت الفترة اللي احنا عدينا ومرنا بها دي الفترة اللي جاية دي احسن ان شاء الله وهتكون فيها خير كتير خلينا نشوف بقى بالنسبة ليه حبيبي المرتبطين يعني المتزوجين والمرتبطين هتكون الدنيا عندهم عاملة ازاي طيب خلينا نقول الدنيا عاملة معاكم ازاي مرتبطين او المتزوجين فهنقول ان فيه صفر للحبيب او الزوج بيحاول ان هو يسافر علشان يسع على رزقه ورزقكم هيكون فيه فراء بينكم لانه هو هيسافر بالفعل علشان خطر يحسن الحالة المعيشية ليكم ولوه طبعا هيحصل معارضة من جانب الاهل ازاي ما تسافرش انت لازم ان تفضل قاعد معانا مش وقت الصفر مش وقت الساعي ولكن هو انسان بيحاول ان هو يعايش اهله في احسن حال فلازم يسع على رزقه مش شرط يكون يعني صفر خارجي خالص ممكن بس صفر من منطقة لمنطقة علشان خطر يشوف شغله او يشوف رزقه في حتة تانية بعيدة عنكم شوية تمام وان شاء الله ربنا هيرزقه هيوسع عليه وخليكم عارفين ان هيكون في تحسن كبير في المادة لاصحاب برج الكوس ان شاء الله وهيكون في تحسن كبير كمان عاطفي جدا هيكون في ايام حلوة كتير هتعدوه مع بعض خلينا نشوف بقى الرومانس هيقول لنا ايه للمتزوجين او المرتبطين عموما بعلاقة حب والمطلقين والمنفصلين والعزاب متاخر الزواج خلينا نقول ان فرصتك في الحمل الشهردة اقل شوية يا برج الكوس خلينا نقول بقى بالنسبة زي ما احنا قلنا كده بالترتيب هنقول المنفصلين هيكون فيه رجوع ان شاء الله وظهور للحق واعتراف الخطأ بالنسبة لي المتاخرين الزواج والعزاب هيكون في ان شاء الله تحسن جدا 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 ومرح وانطلاقة وحاجات حلوة كتير في العاطفة بتاعكم بالنسبة للمرتبطين فهيكون في انطلاق نحو الهدف هيكون في ايام كتير سعيدة هتعيشوها ان شاء الله بحبكم كلكم في الله وبتمنى ان انتو كلكم تكونوا بخير وعلى خير ما تنسونيش من دعوة حلوة ومن الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة